مستعدون للتعامل مع أوميكرون وسنستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كان قادراً على التعامل مع اللقاحات هذا ما كشفت عنه رئيسة الوكالة الطبية للاتحاد الأوروبي الذي أعلن أن للمتحور الجديد أعراضاً خفيفة كما سجل الاتحاد أكثر من أربعين إصابة بريطانيا من الدول التي أعادت فرض ارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة واحترام تباعد الاجتماعي في حين أغلقت دول أخرى مجالها الجوي خوفاً من تفشي أوميكرون مختبرات تطوير اللقاحات أسترازينيكا، فايزر، سبوتنيك وجونسونان جونسون طمأنة العالم بثقتها في تطوير لقاح يستهدف النسخة الجديدة من فيروس كورونا بعدما شككت مودرنا في إمكانية اللقاحات السابقة تحدي المتحور أوميكرون من جهتهم دعا رؤساء كل من روسيا والولايات المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تهويل الوضع مع تأكيد منظمة الصحة العالمية على وجوب وجود استجابة عالمية هادئة، منسقة ومتماسكة آخر تصريحات مؤسس مختبر بايونتيك أكد أن المطعمين سيحظون بحماية من أي مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بأوميكرون فخين صرحت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية إمير كوك أن اللقاحات المعدة خصيصا لمتحورة أوميكرون يمكن الموافقة عليها في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر